هشام كيف تبدو؟ يعني على ما يبدو كما تعلمين سبا نحن بين وآخر العام عادة الأسواق تكون متفائلة ويكون هناك ارتفاعات على الأقل تاريخيا مع بعض الاستثناءات. اليوم الصورة قد تختلف ما بين أمريكا أوروبا وآسيا. لنبدأ إذن من القراءة الآسيوية تحديدا أولى جلسات هذا الأسبوع كيف يبدو حال المؤشرات حتى الآن. والبداية طبعا من اليابان تحديدا. حيث مؤشر التوبيكس الأوسع نطاقا أقرب إلى الاستقرار دون أي تحركات قد تشير ربما إلى مسار صاعد أو حتى تراجعات خلال على الأقل هذه الجلسة حتى اللحظة. بينما مؤشر نيكاي 225 يحاول من جديد الاقتراب المستويات الثلاثين ألف. طبعا مستوى مقاومة نفسي هو. مع مكاسب حدود عشر النقطة المئوية كما نرى. بالانتقال إلى الهانكسنك في هونغ كونغ طبعا المؤشر يحاول التعويض قدر الإمكان قبل نهاية العام. وربما تسجيل بعض النقاط. حتى الآن نرىه يتراجع بثلف النقطة المئوية. دائما دون الـ 25 ألف نقطة حتى اللحظة. بينما الشنزن مرتفع بأكثر من نصف نقطة مئوية. فوق الـ 4900 بـ 15 نقطة. هذا بالنسبة طبعا الأسواق الأسيوية. العقود الآجلة للأسواق الأمريكية قد تشير إلى بداية إيجابية. حتى الآن طبعا النازدك كان قد أنهى الأسبوع الماضي مع مكاسب قوية قد أيضا يتستمر هذه المكاسب هذا الأسبوع. لكن طبعا الدو والـ S&P هناك علامات استفهام حول المستويات الحالية والتقييمات لهم. أما بالنسبة للعقود الآجلة حتى الآن إذن ربع نقطة مئوية ارتفاع للـ S&P 500 والنازدك 100 أكثر من عشراء النقطة المئوية مع التفكير من جديد إلى أن النازدك 100 والنازدك المجمع. كلاهما عند مستويات تاريخية طبعا. مع أيضا علامات استفهام حول التقييمات الحالية لهذه المستويات. أما بالانتقال طبعا إلى أسواق النفط. مع الإشارة هنا سريعا. إلا أن تقريبا موسم أعلنت نتائج انتهى أكثر من 95% من الشركات الـ S&P 500 أعلنت. وأكثر من 80% بقليل من النتائج المالية جاءت أفضل من التوقعات. بالنسبة للنفط برانت والـ WTI بعد تراجعات قوية خلال الأسبوع الماضي. يستمر أيضا المسار الهابط اليوم. بالنسبة لبرانت بعد أن كسر المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 81 دولار و 35 سنت تقريبا. يقترب الآن من المتوسط المتحرك لـ 100 يوم. والذي يقف عنده 76 دولار و 76 سنت. طبعا خلال جلسة اليوم برانت أدنى المستوى له كان عنده 77 دولار و 58 سنت. مع الإشارة إلى أن مؤشر القوى النسبة للـ RSI يشير الآن إلى اقترابنا أكثر من مستويات الإفراط في البيع. وارتد أكثر من مرة من مستويات قريبة من الثلاثين الـ RSI في يوليو الماضي عندما تراجع إلى 33 ونصف تقريبا. رأينا ارتداد للنفط وعودة من جديد إلى الارتفاع وأيضا خلال أغسطس الماضي حين تراجع قليلا دول مستويات الثلاثين الـ RSI شهدنا أيضا ارتداد للنفط من مستويات حوالي 73 دولار إلى أعلى مستوى سجل في أكتوبر الماضي عنده 86 دولار و 40 سنت. طبعا كان هذا الإغلاق. البرانت يقترب الآن من تراجعات تناهز إلى 10% من هذه المستويات الأعلى حتى الآن طبعا خلال العام الحالي. أما بالنسبة للـ WTI أيضا ما صار هابط لكن ربما بنسب أقل. أما البيتكوين أو العملات المشفرة بشكل عام شهدت أسابيع قاسية وجلسات شهدنا فيها تراجعات حادة. حتى الآن البيتكوين يبقى ويتراجع الآن إلى أدى مستوياته في هذه الجلسة كان قد وصل إلى حدود الـ 57105 دولارات قبل قليل. أن له يكسر مستوى الـ 57000 دولار. والإيثيريوم أيضا يتراجع إلى 41340 دولار تقريبا. من الناحية الفنية كيف تبدو صورة البيتكوين حتى الآن بعد أيضا أن كسر المتوسط متحرك لـ 50 يوم. والحاجز أو مستوى الدعم النفسي عند مستوية الـ 60 ألف الدعم الأقوى قد يأتي عند المتوسط متحرك لمائة يوم. والذي ارتد منه في آخر جلسات. شاهدنا فيها تراجعات حادة خلال أيضا سبتمبر الماضي. نرى ذلك بشكل واضح حين تراجع البيتكوين إلى مستويات قريبة من الـ 41 ألف. وبعد ذلك عاد وانطلق ليصل إلى أعلى من 65 ألف. هل سنرى نفس السيناريو مع الإشارة لأنه مسار كلا المتوسط متحرك لـ 50 ومائة يوم. ما زال حتى الآن صاعدا. والـ RSI عند مستويات الـ 40. طبعا تقلبات حادة عادة ما يشهد البيتكوين. لكن هذه المرة على ما يبدو الرهان أنه قد يتراجع إلى مستويات ما بين الـ 50 و 52 ألف دولار. أما الإثيريوم والذي بدوره انخفض من أعلى مستويات له خلال الشهر هذا. نراه الآن يقف تحديدا عند المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند أربعة ألف ومائة وثلاثين دولار تقريبا. وبدوره كان قد ارتد من مستويات البتوسط المتحرك لبيئة يوم في تراجعاته الحادة خلال سبتمبر الماضي. قبل أن طبعا يرتفع بشكل قوي ويقترب من الخمسة ألاف دولار كما نعلم خلال نهاية أكتوبر بداية نوفمبر الحالي. على كل حتى الآن ما زالت التقلبات وأيضا التذبذبات اليومية حادة لكل العملتين. والمسار الهابط حتى الآن هو المسيطر. مع الإشارة طبعا إلى أن هذا الزخم تراجع قليلا بالنسبة للإثيريوم لكن البيتكون شاهدنا إغلاق دون المتوسط المتحرك لخمسين يوم لأربع جلسات على التوالي. بالنسبة للذهب طبعا أسعار الذهب والتي تمكنت حتى الآن من المحافظة على مستويات فوق الألف وثمانمائة دولار للونصة. لكن لم نشهد أي مكاسب قوية مؤخرا على الرغم من كثرة الحديث طبعا عن مستويات التدخم وتوقعات بزيادة هذه المستويات مستقبلا والفضة يحاول جاهدا أن الاقتراب الجديد من مستوى الـ 25 دولار حتى الآن إذن صيبة طبعا أسبوع نعود ونذكر سيقتصر على ثلاث جلسات ونصف جلسة في وول ستريت مع نهاية موسم إعلانات النتائج يبقى الرهان على احتياط النفط سيتم استخدامه الاحتياطي استراتيجي إضافة لأي تطورات بالنسبة لكوفيد وانتشاره السريع والقوي في أوروبا تحديدا اشتركوا في القناة